بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة المباركة من هذا البرنامج يقول ربنا سبحانه وتعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا هذه الآية الكريمة من سورة الرعط يقول فيها رب العزة سبحانه وتعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى لكان هذا القرآن هذا معنى الآية وللآية سبب نزول وهو أن المشركين اجتمعوا وقالوا هيا بنا نذهب لرسول الله ونقول له إذا أردت أن نؤمن بك فلتأمر جبال مكة فلتتزحزح ولتتحرك حتى يتسع الوادي فنستطيع أن نزرع فيه وأن نحصل الثمر ونحصل المال وقالوا له في الطلب الثاني نحن نسافر إلى الشام وإلى اليمن في رحلة في الصيف وفي الشتاء فلو أردت أن نؤمن بك فاجعل هاتين البلدتين تقترب منا حتى لا نتعب في السفر ذهابا وعودة ونتاجر من غير مشقة الطلب الثالث هناك قصي وهو جد لنا مات منذ مئات السنين فهي بنا نذهب إلى قبره فلتجعله يكلمنا أو يرد على أسئلتنا فإذا أردت أن نؤمن بك يا محمد فعليك أن تفعل لنا ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى ولو أن قرآن سيرت به الجبال يعني ابتعدت الجبال عن وادي مكة الضيق فاتسعت الأرض أو قطعت به الأرض يعني قطعت المسافات يعني اقتربت الشام واليمن من مكة أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا أي لكان هذا القرآن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لهم لو قدرت المشيئة الإلهية أن يكون من بين المعجزات التي تحدث طلبا لإيمان البشر حصول هذه المعجزات لكان القرآن باعتباره أعظم الكتب أولى الكتب أن تحدث بها هذه المعجزات ولكن الله سبحانه وتعالى علم أزلا أنهم يطلبون كل هذه الطلبات تعنتا وكفرا وعنادا ولذلك ورد في سورة الإسراء قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول هذه الآيات يطلبها الكفار تعنتا وعنادا وهم لا يريدون الإيمان في الحقيقة لكن يريدون تعجيز الرسل والله سبحانه وتعالى محيط ولكننا نريد أن نتوقف مع تزهيل الآية بل لله الأمر جميعا هذا المقطع من الآية هو الذي نريد أن نوجه له الأنظار وهو لفتة إلهية يريد ربنا سبحانه وتعالى بها أن يلفتنا إلى أن الكون كله بيده لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ليس هناك لرسول سلطان بأن يحكم وأن ينزل الآيات ولكن الآيات بيد الله ولكن الكون كله بيد الله بل لله الأمر جميعا تأتي هذه الآية الكريمة لتريح نفس المؤمن ليعلم أنه مهما كاد له الناس لن يخلص إليه بمكروه ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أيها المسلم أيها العاقل ينبغي علينا جميعا أن نعلم أن الكون كله بيد الله وأنه ليس هناك فاعل في الحقيقة في هذه الحياة إلا الله سبحانه وتعالى فلتسترح قلوبنا ولتهدأ نفوسنا ولنطمئن إلى عطاء الله فهو صاحب العطاء الأوفى وهو صاحب الجزاء الأكبر بل لله الأمر جميعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرضا والطمأنينة والسعادة وأن ينعم علينا بما يرضيه وأن يوفقنا لما يسعدنا في هذه الحياة ونشكر لحضراتكم حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته